السلام عليكم ورحمة الله طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم اليوم إن شاء الله في الدرس الثاني من الوحدة الثانية واللي بتتكلم عن النفايات الصلبة وطرق التخلص منها اعرفت شو النفايات الصلبة بالدرس الأول وقسمناها إلى زراعية وطبية ومنزلية وصناعية وزراعية اليوم نعرف كيف نتخلص من هاي النفايات النفايات هاي اللي انتو بتشوفوها حواليكم جدا مذرة وجدا يعني بتتدخل بنا نحكي من الاحتباس الحراري لزيادة نسب الإشعاعات للمخاطر الصحية والأمراض كثير جدا خطيرة فلابد أني أتخلص منها هذا التليفون اللي أنا ماسكه اوكي هسا بيخدمني ولكن إذا كبيته وأتلفته أو رميته بهالطبيعة العناصر الموجودة فيه رح تذر بهاي الطبيعة ورح تذر بمصادر الموارد الطبيعي اللي عندي فبالتالي لابد إنه نعرف كيف نتخلص من هاي النفايات فنيجي على الدرس الثاني طرق التخلص من النفايات الصلبة طرق التخلص من النفايات الصلبة طيب نيجي على طبعا إحنا عملنا لكم هذا الدرس لأنه زخم شوي على فقرات سين وجيم تمام؟ سؤال وجواب أسهل لك طيب أول شيء بدي أعرف سبب زيادة كمية النفايات ليش؟ طبعا هذا السبب يعود إلى زيادة عدد سكان سطح الأرض وتغير أنماط حياتهم واستهلاكهم إذن هذا السبب وهذا سبب عفوا واحد اثنين أو اثنين واحد زي ما بدكم إذن أول شيء يعرفنا لأنه كمية النفايات زادت بسبب زيادة عدد السكان وتغير أنماط حياتهم كان ساكن مثلا في القرية ما يعرف إيش مثلا المطاعم اللي هي الفاست فود وكذا والآخرين طيب انتقل لعمان أو انتقل للمدينة فبالتالي فبالتالي هذا بنحكي إحنا من الإنسان منذ القدم إلى الآن فبالتالي بالشي يسير عنده بدي يتعرف على هاي المطاعم بدونه يشترها الوجبة ويكلها بهالطبيعة الخضراء الحلوة والمنتجهات اللي عملين إياها ويكبها وينما تيجي تيجي طيب إلسى وهو زاد الضرر بينما لما كان في القرية كان يفيد الطبيعة بالزراعة والحصول على المنتجات الغذائية الصحية وكان جسمه قوي ولكن شوف كيف تغير نمط حياته وبالتالي راح يتغير نمط تلوثه وطريقة وضع بصمته في هذه الطبيعة طيب نجح السؤال الثاني ما الطريقة المتبعة في الأردن للتخلص من تلك النفايات كلمة الأردن إذن هذا سؤال مهم ليه؟ لأنه إحنا عايشين بالأردن مش عايشين بماليزيا فبالتالي أنا ما أجي أسألك بأسألك إيش بخص بلدي ما بطلع بره طيب الأردن بيتبع طريقة عشوائية الطريقة العشوائية التي يتم نقل فيها النفايات بأنواعها جميعا دون فصل أو عزل المواد إلى خارج المدن وجمعها في أماكن مخصصة ويتم حرقها أو تركها تتحلل مع الوقت هاي الطريقة من جديد في عنا صار إشي اسمه مكبل غباوي وهذا هو أكبر مكبات النفايات اللي عنا أو الطمر اللي بيسير في عنا ولكن راح نشرحه بوقته طيب كيف يتم الحد من خطورة النفايات الصلبة وتقليل من أثارها السلبية المعلومة الثالثة كيف أنا بدي أحد من هاي الخطورة هاي الخطورة طلابنا اتجهت الدول لإتباع طلق وتقنيات حديثة في التخلص منها تعتمد على طبيعة النفايات من حيث تكوينها وكميتها ومصدرها إذن إذا أنا بدي أحد من الخطر تحاي النفايات وأقلل من الأثار السلبية لابد إني أعرف أساوي تقنيات حديثة بتأدي إلى تعتمد على إيش طبيعة النفايات هاي واحد من حيث تكوينها وكميتها ومصدرها تمام طيب نجي على أول عملية في عمليات التخلص من النفايات وهو عملية التدوير عملية التدوير عملية التدوير هي عملية أنا حاط لك إياه باللون الأزرق ها التعريف عرف هيك بيجيك السؤال عرف طيب هي عملية إعادة تصنيع النفايات وإنتاج منتجات جديدة مما يؤدي إلى تقليل استخدام الموارد الخام أو المواد الخام أنا عندي حديد تمام وهذا الحديد أنا بعرف نسبة أعمالها تتناقص كموارد في الطبيعة طيب أنا عندي سيارات كل يوم بيصير فيه عندي مئات الحوادث وهذا الحديد تاعها وهي السفن الموجودة عندي هون كل يوم تتلف فبالتالي بدي أجيب هذا الحديد وورد أصغره وسوي هياكل جديد فإذن أنا شو استفدت؟ عادت تدويرها وأنتجت منتجات جديدة وقللت من المواد الخام اللي راح تستخدمها طيب علل تعد أكثر طرق أمانا من الناحية البيئية ليش؟ ليش هاي الطريقة؟ أنية هاي الطريقة هي طريقة إعادة التدوير طيب لماذا؟ لأنها لا تخلص ورائها مؤي من النفايات وهذا سألك سؤال فيه بأسئلة الدرس تمام؟ وتقلل من كمية النفايات التي يجب حرقها ودفنها وتقلل الضغط على الموارد البيئية الطبيعية تمام؟ إذن عشان هيك هاي الطريقة طريقة إعادة التدوير هاي الطريقة مهمة جدا في عملية إعادة التدوير للمنفايات الصلبة لماذا؟ لأنها عندها ثلاث أسباب واحد لا تخلف ورائها أي من النفايات اثنين تقلل من كمية النفايات التي يجب حرقها أو دفنها ثلاث تقلل الضغط على الموارد الطبيعية طيب سؤال ما هي النفايات القابلة للتدوير؟ هل كل النفايات أنا بأعي تدوير؟ هلا النفايات القابلة للتدوير مواد عضوية البلاستيك، الورق، زجاج، فرزات مثل الحديد والألومنيوم مش كل المواد بأقدر أعي تدويرها يعني النفايات الطبية اللي طالعة من المستشفيات ما بأقدر أعي تدويرها هذيك حرق أو دفن إلى أعماق كبيرة في بطن الأرض مبتعدة عن المياه، مبتعدة عن الأراضي الزراعية فإذا الأراضي المشعة ما بأقدر أعي تدويرها طيب سؤال ما هي أول عملية في عملية إعادة التدوير؟ أول عملية في عملية إعادة تدوير الفرز أنا لما كن في عندي تلفونات ملايين الأطنان من التلفونات شو بأساوي على السريع؟ لزقة السكريت بأشيئ لها هاي قزاز بعدين بفت كشاسي بلاستيك مثلا أو عظم مقوة بعدين بدخل جوا في عندي حديد، نحاس، بفرز إذن أول عملية أول عملية في إعادة تدوير عملية الفرز لازم وجمعه المواد وجمع المواد في حويات خاصة ملونة للتمييز بين المواد الصلبة بتفت على واحدة من الجامعات بتلاحظ أن في عندي هنا سلي مثلا لون أخضر واحدة لون مثلا أزرق واحدة لون مثلا أحمر وبقول لك هاي للنفيات الصلبة هاي للنفيات البلاستيك مثلا تمام؟ وهاي للإلكترونيات طب ليش؟ عشان ما تتخربط تمام؟ طيب تدوير النفيات العضوية طبعا هنا ثقافة الشعب أو المجتمع لا بد أن تكون معي ومدركة ليه؟ لأنه أنا لما أدخل على مكان ويكون بإيدي نفيات كبيكات شبس أو مثلا باكل سندويشة ويظل عندي ورقة اللي بلفوا فيها السندويشة أو القصدير لما أجي أكب معي وإدراكي وفهمي لهذا الموضوع هو اللي بيخليني أجي أفتح مثلا بكات البلاستيك أحط فيه ورقة الشبس أو بكات البلاستيك باجي أفتح مثلا والله معي أنا مثلا نفلاشي خرباني خربت وأنا بالجامعة باجي أفتح بوكس الإلكترونيات أو الإلكترونيات وبحطها به هذا البوكس ليه؟ لأنه هذا يدل على أنه الشعب فاهم وواعي ومدرك لخطورة النفيات الصلبة تمام؟ بابا تدوير النفيات العضوية عملية تدوير كيف تتم عملية إعادة تدوير النفيات العضوية عن طريق عملية التحلل الحيوي بوجود وسط جيد بكتيريا البكتيريا تمام؟ بوجود البكتيريا طيب شو الطرق؟ تتم من خلالها تحويل النفيات العضوية أول شيء هاي العملية يتم من خلال تحويل النفيات العضوية إلى سماد عضوي يسمى الكمبتس تمام؟ إذن به spéسط بهاي العملية بدي أستخدم بكتيريا طلع كيف بدأ حدلك إياها هاي البكتيريا بدأت تروح إلى مين؟ بدأت تروح إلى النفايات العضوية النفايات العضوية والنفايات العضوية بدأت تطلع منها بعد ما تتفاعل معها سماد طبيعي سماد طبيعي عضوي بنسميه شو بسميه؟ عضوي طب إيش اسمه؟ الكومبسط هي أتها الكومبسط تمام؟ تتم العملية بواسطة الكائنات الحية مثل البكتيريا تسهم عملية التحلل الحيوي في تقليل حجم النفايات إلى 50% يعني لو معاي مثلا مليون طن مليون طن نفايات وتحليل العضوي أخذ إلى 50% فإذا عندي ضل 500 ألف من النفايات إذن مجدية سؤال أذكر استخدامات هذا السماد السماد الكومبسط يستخدم هذا السماد في زيادة خصوبة التربة هاي واحد اثنين تحسين بنيتها وإرجاع المغذيات لها من المغذيات اللي بدي إياها الفسفور مثلا والنيتروجين تمام؟ هذول بدي إياهم يرجعوا على التربة فبالتالي إذا ما أنا أرجع هذا السماد مواد جاهزة بس يتربة تفعلي معها وطلعي على النبات والنبات بحاجة إلى مغذيات عشان الثمار أما باقي النفايات الصلبة كيف يتم التعامل معها؟ يتم التعامل نحها إلى نقلها إلى مصانع تدوير ويعاد تصنيعها بحسب نوعها مثلا أنا عندي أجهزة الحاسوب عندي سيارات عندي شاحنات بوديها على مصانع عادي التدوير وهم يعدوا تدوير مثلا الكتاب جايب لك سيرة الألمنيوم والإداءة المستخدمة في صناعتها صناعة علب المشروبات الغازية طبعا هذه من أسهل العملية التدوير وهو قابل لتدوير بالنسبة 100% مما يعني أنه يمكن إعادة استخدامها بالكامل طبعا هذه عملية تدوير ميرانا وتكرارة عن طريق الإنصهار والفصل إذن العملية اللي بيساوي فيها عملية عزل أو بصهر بعيد تدوير الألمنيوم عندي الزجاج الزجاج بستخدمه في صناعة الأواني الزجاجية بجيب الزجاج المكسور برد أصهره على درجات حرارة منخفضة وبالتالي رح يكون أرخص ثمن أرخص من لما أروح أشتري طقم عشان هيك في عمل طقم قزاز ممكن هذا تلاقيه نفس النوع هذا تلاقيه بمئة دينار وهذا مثلا تلاقيه بستة وثلاثين لارة تسأنيش ليس ستة وثلاثين لأنه هيك خطرة في بالي هذا الرقم طب ليش هذا ستة وثلاثين لأنه هاي المادة أعيدت تصنيعها من زجاج قديم فدرجة حرارة تكوينها أقل فما استغرقنا غاز ودرجات حرارة مرتفعة يعني ما حطناها في أفران ذات درجات حرارة مرتفعة نيجي على الصناعة الأواني من أسهل المواد التي يعاد تدويرها تدوير بعملية بأرض الإنصهار هاط لك هون أستار بنزل هون أستاذ شو مخبيلي بالإستار بقول لك هون شؤال علل ها علل صنع الأواني الزجاجية من الزجاج المعادة تدويره يعد أقل تكلفة من صنعه من المواد الخام ليه طبعا هنا أفضل في عندي هنا علامة استفهام طبعا المواد الخام اللي هي المواد الأولية وذلك لأن الزجاج المعادة تدويره يمكن صهره على درجات حرارة ملخفضة إذا هذاك بده أربعمائة سليسيوس مثلا هذا بده تقريبا ثلاثمائة سليسيوس طب يا أستاذ ما فرقت مئة سليسيوس بلا فرقت بكمية الحرارة اللي ممكن أستخدمها واللي رح تعمل على إيش رح تعمل على صرف أكثر للغاز اللي أنا بدي أستخدمه طب نجي على نفايات الإلكترونية النفايات الإلكترونية حاط لك خيارين عندي خيار البطاريات الجافة يعد استخدام الخارصين والكربون عفوا من جديد هاي كربون بينكم الله عدلوها بس طلابنا وأجهزة الحاسوب إعادة استخدام الذهب والرصاص الموجود في شاشة الحاسوب طب نجي الآن على الطمر الصحي الطمر الصحي يا طلابنا أنا عندي كميات نفايات هاي الكميات مش كلها بتتحلل عضويا ولا كلها بتتنعد تدويرها طب فيه شغلات بدي أطمرها بدي أطمرها بطريقة صحية تمام طبعا الطمر الصحي هي طريقة حديثة للتخلص نستخدم القلم الأحمر طبعا هذا سؤال عرف عرف تمام هذا سؤال عرف هاي سين ما هو الطمر الصحي هي الطريقة الحديثة للتخلص من النفايات في مكب هندسي وتم إنشاؤه وتشغيله وفق تعليمات معتمدة رح نأخذها لحماية البيئة ليه لأنه هذا الطمر الحفرة اللي أنا بدي أحفرها وفق شروط معينة تمام وفق شروط معينة فهي الشروط اللي نحن نأخذها طبعا أكثر الطرق شيوعا في التخلص من النفايات الصلبة هاي معلومة جدا مهمة للطمر الصحي يمتلك الأردن 18 مكب نفايات وأكبرها مكب الغباوي طيب كيف تتم التخلص من النفايات بدلقة الطمر الصحي الطرم حلو الطرم مطرم طرم الطمر تمام هاي الطمر الصحي طيب أول شيء تحفر حفرة كبيرة هاي بدي أحفر حفرة كبيرة هاي الحفرة يتم عزل جوانبها وقاعدتها بجيب عازل هذا العازل بعزل فيه بالكامل الجوانب والقاعدة عزل هذا عازل هذا عازل هاي حفرة شمالها حفرة طيب بعدين وقاعدتها عن صخور والتربة المجاورة بطبقة عازلة من الطين طبعا هاي طبقة عازلة من مين؟ من الطين ها طين لأن الطين نفاذيته قليلة الله يرضى عليكم تمام؟ أو الاسمنت ممكن أو البلاستيك لمنع تسرب العصارة الناتجة طبعا ليش بدي أنا أعزل؟ لمنع تسرب العصارة الناتجة عن تحلل البقايا النفايات إلى المياه الجوفية أنا عندي عصارة راح تطلع الآن ما بدي إياها تطلع إلى المياه الجوفية ديروا بالكم ليش طب بدي أحط عازل؟ لأن تمنع تسرب العصارة ما بدي أشوف عصارة واصلة للمياه الجوفية ديروا بالكم هاي لقطة مهمة تلقى النفايات في الحفرة على شكل طبقات بحط طبقة نفايات تمام بعدين حيث ترسكوا الطبقة بنوع خاص من المداحل وتغطى بطبقة من التراب بجيب فقيها تراب هاي تراب بعدين طبقة التراب وهكذا لغاية ما أسكر الحفرة بالكامل تمام ثلاث بعد ملء المكب الصحي كامل يتم تغطية المكب بطبقة من التربة ويمكن زراعة الأراض بأنواع معين من الأسجار طب يا أستاذ طب ليس طب ما أنا بدي أبعدها عن المياه الجوفية أوكي أبعدها عن المياه الجوفية لكثرة العناصر منها ولكن هاي العناصر تحتاجها الزراعة فبالتالي أنا ممكن أسد هذا المكان بأسجار وأزراحها فوق كلمة خالد الريس طبعا الأستاذ خالد الريس طبعا سؤال مماذا تزود المكب للطمر الصحي تزود بشيئا النوع الأول شبكة بتجمع العصارة يعني هنا بيكون في عنده شبكات موزعة بتجمع العصارة بتطلعها في مخزون معين أو في مخزن والشبكة الثانية بتجمع غاز الميثان هذا غاز الميثاني ناجج من عملية الطمر يستخدم فيه اللي هو الوقود نستخدمه فيه تشغيل الطاقة الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية فبالتالي شبكة العصارة الناتج من تحلل المواد العضوية أو من تفاعل النفايات مع مياه الأمطار وبشبكة تجميع غاز الميثاني الناتج عن تحلل اللاهوائي النفايات العضوية وفيه استوانات خاصة واستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية سؤال ما هي الشروط الجيولوجية الاختيار المكب هنا حكينا المكب اللي أنا بدي إياه لازم يكون فيه عنده شروط هاي الشروط كالتالي واحد اختيار موقع مناسب بعيد عن المدينة ما بدي أحطه بوسط عمان الابتعاد عن التركيب الجيولوجي كالصدوع حتى لا تتعرض إلى انهيارات وذنهار إذن أنا سربت الغازات لباطن الأرض أو للمياه الجوفية أن تكون سخور كتيمة كي لا تسمح للعصارة بالنفاذ إلى الطبقات الصخرية المتواجد فيها المياه الجوفية تمام طيب النوع أو الطريقة اللي ممكن كمان أعالج أو أتخلص فيها من نفايات المعالجة الحرارية هي تقنية ينتج عنها طاقة كهربائية أو حرارية أو كليهما معا تمام طيب من أشهر دول التي تستخدم فيها اليابان من الطرق الشائعة في عملية المعالجة الحرارية حرق النفايات غير قابلة للتدوير الآن أنا في عندي نفايات عضوية حللتها تحليل عضوي وفي عندي نفايات أعد تدويرها بس في عندي نفايات مش قادر خلص خلصت هاي بدي أنا أعالجها عن طريق الحرق بدي أعالجها عن طريق الحرق وطبعا تحرق في أفران ومحارق تصل درجة حرارية إلى ثمانية وخمسين سيليسيوس تمام طيب عللت وعد هذه الطريقة مكملة لطريقة الطمر الصحي لأن تقلل الحجم النفايات الصلبة بنسبة 90% بتقلل 90% ومما يسهل عملية طمرها في مكاب نفايات إذن هي مكملة لها طيب نجعل التخلص بالنفايات الخطرة في عندنا نفايات علل يجب معالج النفايات الطبية الخطرة قبل التخلص منها ليه لأنها تشكل مصدر للأمراض وخطرة على صحة الكائنات الحية البشرية والحيوانية فبالتالي أنا بدي أعيد بدي أنا أول شيء ما أعالجها بعدين أتخلص منها طيب هاي النفايات ليش بدي أعالجها لأنها تشكل تهديد على صحة الكائنات الحية كونها غير قابلة لتحلل وذات سمية عالية إذن أول شيء غير قابلة لتحلل اثنين ذات سمية عالية تكون مصدر للأمراض ومثل الفيروسات والبيكتيريا طيب نيجي على آخر موضوعين اللي هم أذكر الطرق التي تم التخلص منها بعد معالجة هذه النفايات الصلبة الخطرة واحد الحرق ممكن أنا أحرقها في محارق خاصة أو داخل حفر عميقة هو تغطى الرماد التربة الرماد الناتفل منغط فيه التربة كسماد ممكن أستفيد منه طمرها في مكبات نفايات ممكن بعد ما أعالجها لنفايات الطبية حيث تدفن لأعماق كبيرة شريطة أن تكون بعيدة عن مين عن المياه الجوفية ركز لي على المياه الجوفية مهمة جدا ثلاث أما النفايات الخطرة الإشاعية الناتجة من محطات توليد الطاقة الكهربائية أو المواد الكيميائية سريعة الاشتعال هاي شو بدأسوا فيها كيف بدأتم التخلص منها بدأحطها بالأحمر ديروا بالكم عليها يتم التخلص منها بطلق عدة ومنها دفنها في براميل محكمة الإغلاق وإرسالها لأعماق كبيرة في باطن الأرض تمام تمام بيجعل طرق الاستفادة آخر موضوع من النفايات الصلبة في عنا خمس طرق للاستفادة من النفايات الصلبة تدوير النفايات يوفر كميات هائلة من الطاقة والمياه تمام تمام اثنين إضافة إلى توفير المواد الأولية التي تدخل في صناعات المختلفة مثل الزجاج مثل الألمنيوم الحديد فعلى سبيل المثال إنتاج طن واحد من الورق من النفايات الورقية سيوفر أربع تلاف ومئة كيلو وات لكل ساعة من الطاقة تقريبا وسيوفر 28 متر مكعب من المياه تقريبا لأنه أنا هذا الورق بدي أجيب الشجر تمام هذا الشجر بدي أعجنه عجين بوجود الماء بوجود الماء فأنا هذا الماء بدي أوفره لما عيد تدوير الورق مرة أخرى طيب وفضلا عن توفر فرص عمل جديدة يعني بدي أوفر كمان أنا بدي أحط عيني على البطالة كيف بدي أنا أساوي هذا اسمه ترى يعني التدوير يدخل في مصطلح التنمية المستدامة التنمية المستدامة تمام طيب يستفاد من الطاقة الحرارية ناتج عن حرق النفايات في تسخين أنابيب المياه في شبكات التدفئة المركزية وفي إنتاج بخار الماء ويمكن استخلاله عن طريق التوربينات بتحرك مراوح وبتولد طاقة كهربائية أربعة يستفاد من الغاز الحيوي ناتج في مكبات الطمر الصحي ناتج عملية التحلل اللاهوائي للمواد العضوية في إنتاج الكهرباء حيث يولد المتر المكعب الواحد منه ما يقادر واحد وربع كيلو وط لكل ساعة من الطاقة الكهربائية فضلا عن السماد العضوي وهيكا انتهى الدرس وهو المطلوب والله يعطيكم ألف عافية هذا الدرس عندكم ادرسوه اعرفوا كيف تدرسوه لا تنسوا تأخذوا التلخيص من منصة أساس التعليمية وأيضا من إجروباتي إجروبات العلومة على أستاذ خادر ريس دمتم بألف خير دمتم بألف خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة